اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد يكشف وجود المرض من عدمه خلال فترة تتراوح بين 45 دقيقة وبضعة ساعات على أقصى تقدير بدلاً من أيام مما يسهم في تطويق الوباء وستكون أجهزته متاحة للاستخدام بحلول نهاية شهر مارس الجاري وفقاً لما ذكرت شبكة فاقس نيوز الإخبارية الأمريكية قالت الطبيبة الإيطالية فرانشيسكا كورتيلارو أن كثيراً من المرضى كانوا يتوسلون رؤية أحبائهم للمرة الأخيرة بعدما أيقنوا أنهم على وشك الموت وأضافت الطبيبة في حديث لصحيفة الجرنال التي تصدر في ميلانو أن الأمر المؤلم هو مشاهدة المرضى يحتضرون أمامك وأن تستمع لهم وهم يتوسلون إليك أن تساعدهم حتى يقولوا وداعاً لأحبائهم وقالت عندما يقترب المرضى من الموت كانوا يشعرون بذلك